اهلا بكم. طلت نقطة الضفر الرصيد الاهلي على حساب المقاولين العرب. ماتش كان مهم. ماتش كان لازم الاهلي يكسب. بعد ما هو راجع من خسارة في الدور الافريقي. الاهلي النهاردة ماتش مكانش ممتع. بس طبعا انتو شايفين التغيير الجزري اللي في الفريق. يعني فيه تغيير جيف خمس ست لعبين. على عكس المتوقع مودست النهاردة ظهر بشكل احسن من كل ماتش. وانا لو شايف ان فيه لو لو سنة مساعدة من اللعيبة ها مودست كان حطله جونين ثلاثة النهاردة. بس النهاردة كان فيه ظاهرة ان كل واحد ياخده الكرة ورايح عالجون عايز يجيب جون. عاب قادر كله كرة ما بيبسيش لحد. عايز يجيب جون. طاهر محمد طاهر شرحه. بقى كل واحد حتى كريم فوقت كان لسه نازل برضو عايز يخش يحط جون. فدي ظاهرة لازم كلها راشتغر عليها الفترة الجاية عشان الاهل يتخطى الازمة اللي هو فيها. ان شاء الله الاهل هيمشي بخطة ثابتة في الدوري. انا متأكد بيذن الله. لان الدوري ده اهم حاجة. وبالذات انت حواليك الفرق عمالة تسقط. يعني ازا مالك اتغلب متشين وارا بعض. ام بالاول وبعدين زد. واد بيرامست غلب من سراميكا. فانت الفرق حواليك. عمالة تفقد نقط. فانت مينفعش في الوقت ده تفقد نقط انت اراخر. معايا? يعني احنا في الوقت ده مينفعش نفقد نقط. النهاردة كان فيه ثلاث متوشة. اول متش كان الجونة او الدخلية خلص اتنين سفر للجونة كان متش جميل جدا انتفرجت عليه. اه تاني متش طبعا كان الاهلي. والمقاولين الاهلي غالب اتنين واحد. وكان اه بلدية المحلة. وفارقه كان متش جميل جدا وفيها احداث كتيرة جدا. والمتش خلص تلاتة اتنين لفارقه. يوم النهاردة كان يوم كويس. المتوشة كلها كان شكلها حلو. يمكن اقل متش فيهم كان متش الاهلي. ده عن رأيينا. انا رأيينا كراجل الاهلاوي بتفرج. انها قال اللي ماتش فيهم كان ماتش الاهلي. كورور عمل جلسة مع كابتن محمود الخطيب او كابتن محمود الخطيب عمل جلسة مع كورور وشركة الكورا كان اجتماع شامل كله كان قاعد عالتراويزة. كابتن محمود الخطيب قال لهم انا عايز اعرف ايه السبب اللي خلى الاهلي يوصل للمرحلة دي. طبعا کولور قال لك احنا زحمة الماتوشة وكانا مدغوطين الماتش اللي هنا بتاع سندوز ما مكانش محلفنا لحظ. ومن ساعة ما مشي الكبتن ساعة دعب حفيز. وهو الموضوع الانضباطي يعني خالد بيبو مش شديد على اللعيبة. المعسكر على ما كانش على ما يرام. سواء في سينبا او في سانداونز. يعني رمى الموضوع في عب الكابتن خالد بيبو. الكابتن خالد بيبو كان قاعد بالمناسبة. قال لك انا اتمنى منه الفترة الجاية. ان مدير الكرة يدير شغله افضل من كده. معسكرات تبقى كويسة يبقى جديد مع اللعيبة. ففي حاجات كده هو شايفة مش مزبوطة. طبعا كابتن ساعد عب حفيز كان عسكري. ما بيهزرش. فهو شايف ان في حاجات مش زي ما كانت ماشية مع كابتن ساعد عب حفيز. فطبعا هما ادوا مهل للكابتن خالد بيبو لمونديال الاندية. اللي هو كاس العلم الاندية. اما الدنيا ما تزبطتش هيبقى فيه قرار طبعا للكابتن خالد بيبو. تتكلموا في المهاجم. قالوا له احنا مودست كده خلاص بالنسبة لنا. قال لهم مودست لسه انا مقدرش احكم عليه دلوقتي. انا راجل لسه مدتوش فرصته كاملة. ولازم اديله فرصته كاملة في الملعب. حتى لو تلاحظوا النهاردة مودست لعبة تسعين دقيقة. بس النهاردة انا شايف انه كان ليش اكل عن كل الموتش. فقالوا له معاك لاخر الشهر انك تدينا تقرير بمودست. واحنا خلاص بنخلص مع سوزة. سوزة هيجي ان شاء الله في يناير. فاحنا بنقول لك عشان تدينا الدوق الاخضر ان احنا نخلص مع سوزة. سوزة هيجي في يناير ببلاش. هو هيجي ياخد مرتبه. وممكن يكون مرتبه عالي. بس طبعا خلافة من النادي اخد فلوس راخر. فسوزة ده هو كان هيموت عليه. فقال لهم وكينا معنديش منها. كل الكلام ده كان عالتراويزة. صفكة عمر كمال عبدالواحد. تعتبر خلصانة للاهلي. مودرني فيوتشار. مودرني فيوتشار. رغبة اللعيب الاهلي. فهم الناس قالوا لك احنا مع رغبة اللعيب. وبعدين احنا الاهلي ليه الاولوية قبل اي نادي. يعني لو اندية مصر عايز اللعيب. والاهلي طلبوا الاهلي ليه الاولوية. لان هم مش نسينا للاهلي عملوا معاهم. الموسم اللي فات كان فيه يجي عشر لعيبة من الاهلي. فالاهلي مقدم معهم السبت والحد والاثنين والثلاث. وغير كده كده عمر كمال عبدالواحد عايز يجي الاهلي. فاخدوها كده كولا واحدا من الصفكة دي خلصانة. عمر كمال عبدالواحد في الاهلي. موضوع بقى الله مصلى على سيدنا النبي بعد اذنكم يا جماعة لايك وشير لو سمحته عشان اللايك هو اللي بينشر الفيديو. واللي ما اشتركش اشترك ويفعل زر الجرس. نيجي بقى الموضوع آآ مودست. قال لك مودست هتديكم تقرير فيه في اخر الشهر. كابت المحمود الخطيب قال له يا ريت قبل كده. فانتو الثلاث متوشق جايين تعرفوا ان مودست اساسي. اول لعب اساسي في الملعب. ليه? عشان هو من الاخر لو ما طلعش قماش في الفترة الصغيرة دي. شكرا مش هيكمل. لان هو الشواء اللي كان بينزلهم كان على فترات وكان باين ان اللي يقتل بدنية سفر. بس النهاردة انا شايف انه قدم مرضوط طيب. والله لو فيه سنة معاونة من اللعيبة كان مودست حطي جواني النهاردة. وانا شايف ان فيه تقريبا تعليمات من كلر من يرفعه له كرات عرضية عشان يلعب بدماغه. بس اغلب الكرات اللي اترافعت النهاردة للامانة ما كانتش مظبوطة. عشان نكون سرحة يعني. دي كسة مودست ودي كسة عمر كمال عبدالواحد. نجي بقى للاخ محمد هاني. رفض التجديد على اللي كان متفق معاه على الكابتن سيارة عرب حفيز. يعني الكابتن سيارة عرب حفيز قبل ما امشي. اتفق معاه على شيء. واحد اثنين ثلاثة اربعة وكده خلصانة. طبعا الكابتن سيد مشي وجي الكابتن خلد بيه. جي دلوقتي عايزين هاني يجدد قال لهم لا انا عايز انا لها شروط عشان يجدد. شروطك ايه يا عم هاني. طبعا الوكيل مش هاني. شروطك ايه? نسبة المشاركة. تتشلم العقد. طبعا نسبة المشاركة اكرم توفيق جه. هو دي عمر كمال عبدالواحد جاي. يعني ممكن نلاقي هاني عدك. او نسبة المشاركة متبقاش عالية. مش ان البند ده بخمسة وعشرين في المية. هاني لو ما عملش الحد الاقصى بتاعه المشاركة هيتشال خمسة وعشرين في المية. يعني لو مثلا مثلا يعني مرتبه عشرين مليون جنيه في السنة هيبه خمستاشر. فهو عايز يشيري البند ده. ايه تاني يا عم هاني? قال لك انا عايز اعمل اعلانات برا الرعاب طوعنا. يعني من برا الرعاب طوعنا عايز اعمل اعلان اتنين زي ما انتم ايه? هتعملوا مع الشناوي. طبعا الادارة بتشوف الموضوع ده. وهنشوف الرد ده هيبقى على محمد هاني. محمد هاني لعب كويس على فكرة. ها? بس الاهل ما بيحبش اللي بيتشرط عليه. بس محمد هاني راح والاجئ لعب محترم. لعب ملوش اي مشاكل. لعب مع صفر مشاكل في الاهلي. عشان نكون واضحين ونكون صرحة. ليه اخفاقات? كل لعبة ليه اخفاقات. تمام? خلصنا محمد هاني. وخلصنا موضوع الاهلي. دكرة اللي جوا يا جماعة معلش يطولنا عليكم. وبعد ازنكم لايك وشير. واللي ما اشتركش في القناة يشترك. ويفعل زر الجرس. السلام عليكم.